السلام عليكم إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الكليا دي متؤهل الطالب لسوق العمل وهي من الكليات الجديدة اللي تم إنشاءها سنة 2019 ممكن بعد ثلاث سنين يكون زيها زي الحاسبات والمعلومات وزي الزكاء الاصطناعي كان في الأول موجود منها ثلاث كليات في القاهرة في جامعة الدلتا في بنسويف دلوقتي موجود منها في 6 أكتوبر وعصيوت والفيون الدراسة فيها أربع سنين بتقبل طلاب السنوية العامة والدبلومات الفنية الكلية دي لها اختبار قدرات في الإنجليزي في الحاسب الآلي واختبار قدرات عام في الرياضة المصاريب بتاعتها بتتراوح ما بين 15 ألف لعشرين ألف طب تعالوا نتعرف على الأقسام اللي موجودة في الكلية دي فيه تكنولوجيا المعلومات ده برنامج بيتيح ليك الشغل في شركات البرمجة والاتصالات والشبكات فيه ميكاترونيك بيتيح ليك إنك تشتغل في شركات حفر أبار البترول وصيانة الأجهزة الطبية وبتشتمل خطوط الإنتاج في المصانع فيه الأوتوترونيك ودي ممكن هتشتغل فيه السيارات الحديثة أو الكهربية وفيه الطاقة المتجددة زي طاقة الرياح وطاقة الشمس فيه تكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول للعمل فيه شركات البترول وفيه تخصص يطيح ليك إذنك تشتغل في تكنولوجيا الأطراف الصناعية غرض من الفيديوهات دي إنها دعوة لكل طالب إنه بعد ما يخلص امتحان السنوية العامة يبحث بنفسه عن الكليات المتاحة ليه ويحاول يشوف مستقبل كل كلية وإزاي تتوافق مع ميولو وإزاي يحب الكلية اللي هيلطحق بيها ويقدر يحلم من جديد ويحقق فيها أهدافه لنفسه يوصل لها طبعاً إنا بنقول إن تكتك في امتحان السنوية العامة مش نهاية المطاف لسه الدنيا بتبدأ هيه وتحاول إن شاء الله إنك توصل للبداية الصح عشان تكمل حياتك كلها بإذن الله صح اشتركوا في القناة